السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرس السالس هيا نشجع باخلاق كريمة من الوحدة الاولى قيم وسلوك من منهج اللغة العربية للصف الاول الاعدادي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب يبين الكاتب ان كرة القدم تحتل المرتبة الاولى عالميا ويحذرنا من مخاطر التعصب الكروين في عندنا المخاطر الصحية حيث انه يسبب الاصابة بكثير من الامراض وفي بعض الاحيان يؤدي الى الوفاء ومخاطر اجتماعية حيث ينشر الفوضى والعنف في المجتمع ومخاطر الاقتصادية حيث ان بعض المتعصبين لفرقهم يتابعون المباريات على حساب العمل ويختتم الكاتب مقاله بالدعوة الى ممارسة الرياضة والتشجيع دون تعصب الموضوع الفقرة الاولى بعنوان مكانة كرة القدم عالميا يبين لنا الفقرة الاولى من الموضوع بعنوان مكانة كرة القدم عالميا سنقرأ مع بعض الفقرة لا شك ان كرة القدم تحتل المرتبة الاولى عالميا في جذب قلوب الناس وعقولهم وعندما يبدأ الحديث عن بطولات عالمية مثل كأس العالم او قارية مهمة مثل كأس الامم الاوروبية او الامم الافريقية او امريكا اللاتينية يتفرغ الناس للحديث عن كرة القدم وكل يشجع الفريق الذي يحبه الفقرة الثانية بعنوان مخاطر التعصب الكروي صحيا وقد قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح تجنبا للمخاطر الصحية التي تنتج عن التعصب الكروي حيث اثبتت الدراسات الطبية ان الجو المشحون بالحماسة والاهتمام والانفعال والتوتر الذي يصاحب المباريات يزيد من نشوف مع بعض معاني الكلمات وبعدك نكمل قراءة الفقرة اول حاجة عندنا تحتل معناها تشغل وتستولي على المرتبة المنزلة والمكانة الجمع المراتب قارية المراد على مستوى القارة يتفرغ المضاد ينشغل تجنبا ابتعادا المضاد تقربا التعصب التشدد والاعجاب بالرأي والتمسك بهم والمضاد التسامح الجو الجمع الأجواء والإجواء المشحون معناها المملوء والمضاد الخالي الحماسة الاندفاع المضاد الفطور الانفعال التأصر الشديد والجمع الانفعالات التوتر القلق والانفعال والمضاد الهدوء والسبات يصاحب يلازم ويرافق والمضاد يفارق يزيد من إفرازات هيرمونات التوتر من الغدد الصماء إلى الدورة الدموية وبالتالي يزداد إفراز هيرمون الإدرانالين الذي يؤدي دورا هاما في ضبط مستوى السكر في الدم ومعدل ضغط الدم ويزيد أيضا من سرعة الضرابات القلب وتجلط الشرائين مما قد يؤدي في النهاية إلى السقتة القلبية كذلك يمكن أن يؤدي التوتر في بعض الحالات إلى حدوث عجز عصبي أو شلل نصفي خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من تاريخ وراسي في أمراض القلب والسكر الفقرة الثالثة بعنوان مقاطر التعصب الكروي اجتماعيا واقتصاديا كما أن التعصب الكروي له خطورة شديدة حيث إنه ينشر حالة من الفوضى والعنف في المجتمع كما أن بعض المتعصبين لفرقهم يقضون أوقات طويلة في متابعة مباريات كرة القدم حتى على حساب أعمالهم وكذب عيشهم معاني الكلمات أول حاجة عندنا إفرازات معناها إخراجات والمفرد إفراز هيرمونات مواد تفرزها بعض الغدد في الدم فتنبه الجسم وتزيد من نشاطه والمفرد هيرمون معدل نسبة والجمع معدلات تجلط الشرايين تجمد الدم في الشرايين والمضاد سيولة الدم عجز عصبي المراد عدم قدرة الأعصاب على أداء وظائفها ومضاد عجز قدرة شلل تعطل في حركة العضو أو وظيفته وراثه ورسه ورسه اللاحقون عن الصابقين ورسه اللاحقون عن الصابقين شديدة جمع شدائد الفوضى الاضطراب وعدم النظام والمضاد النظام العنف الشدة والقصوة والمضاد اللين والرفق الفقر الرابع بعنوان علاج التعصب الكروين وعلاج هذه الحالة يبدأ من الدعوة إلى ممارسة الرياضة وأبسطها المشي فالرياضة تنشط الجسم والعقل وأهمية ممارسة الرياضة دون تعصب ضرورة ملحة فمن حقك أن تستمتع بمشاهدة المباريات بأنواعها المختلفة ولكن دون تعصب حتى تترسخ الروح الرياضية العالية التي تحقق المتعة والصحة أن نشوف مع بعض معنى الكلمات ممارسة معناها مزاولة والمضاد توقف والجمع ممارسات أبسطها أيصارها وأسهلها المضاد أصعبها وأعقدها ملحة ضرورية ومستمرة تترسخ تتسبت والمضاد تتزعزع تحليل الموضوع أسئلة لقيادة استيعاب محتوى الموضوع سين واحد ماما كانت قوة القدم عالميا دلل على ذلك فتقول تحتل المرتبة الأولى عالميا في جذب قلوب الناس وعقولهم الدل على ذلك عندما يبدأ الحديث عن بطولة عالمية أو قرية يتفرغ الناس للحديث عن قوة القدم وكل يشجع الفريق الذي يحبه السؤال البعض كذلك أذكر أهم البطولات التي تنظم في رياضة قوة القدم فهنا عندنا كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية وكأس الأمم الأفريقية وكأس أمريكا اللاتينية سين ثلاثة لماذا قدمت منظمة الصحة العالمية عدة نصائح بشأن التعصب الكروي تجنبا للمخاطر الصحية التي تنتج عنه السؤال الرابع للتعصب الكروي السؤال الرابع للتعصب الكروي وحدوث السكتة القلبية وحدوث عجز عصبي أو شلام نصفي السؤال الخامس بيقول ما ما مخاطر التعصب الكروي اجتماعيا يؤدي إلى انتشار حالة من الفوضى والعنف في المجتمع وإهمال العمل والمصالح حدد مخاطر التعصب الكروي اقتصاديا بعض المتعصبين لفرقهم يقضون أوقات طويلة في متابعة مباريات كرة القدم حتى على حساب أعمالهم وكذب عيشهم السؤال السابع كيف يتم علاج حالة التعصب الكروي عن طريق الدعوة إلى ممارسة الرياضة وأبسطها رياضة المش ومشاهدة المباريات دون تعصب حتى تترسخ الروح الرياضية العالية التي تحقق المتعة والصحة سن 8 ما فائدة ممارسة الرياضة تنشيط الجسم والعقل أسئلة لقياس فيه متزوق الموضوع سن واحد وضح المقصود بالتعصب الكروي التشجيع الأعمى والتعصب التام لفريق ما بشكل يؤدي لانتشار الخراب والفوضى وانهيار القيام والأخلاق سن 2 استنتج دور الرياضة في التقريب بين الشعوب الرياضة تقرب بين الشعوب حين تقام البطولات فتتعرف الشعوب على عادات وتقليد وتراث الشعوب الأخرى كما أنه إذا تحل الناس بالتشجيع المثالي والبعد عن التعصب سادت الألفة والمحبة بين الشعوب ونمى السلوك الحضاري فيما بينهم سن 3 من نتاج مترتبة على تحل الأفراد بالروح الرياضية في سلوكهم تسود الألفة والمحبة بين المشجعين ويقي الإنسان نفسه مخاطر التعصب القروب بجميع أشكالها سن 4 ما مدى توافق الموضوع مع القول الشائع ابتسم عند الهزيمة وتواضع عند النص يتوافق الموضوع مع القول إلى حد كبير حيث إنهما يدعوان إلى التسامح وضبط النفس والبعد عن التوتر والتعصب سن 5 التعصب القروي لا يضر للفرد بل المجتمع بأسره وضح ذلك إن التعصب القروي يؤدي إلى نشر العداوة والعنف بين الأفراد مما يؤدي إلى تفقق المجتمع وانقطاع الصلة بين أبناؤه وينتهي به إلى الضعف والتأخر سن 6 ما رأيك في من يشاهد الرياضة ولا يمارسها لا يكون رياضيا حقا إلا إذا مارس الرياضة فيصح بدنه وينشط عقله سن 7 ما رأيك في شخص خاصم أخاه لأنه يشجع فريقا آخر أرى أن هذا مثال على التعصب القروي فاختلاف الرأي لا يفسد للودة قضية ولا بد أن يتمتع المشجع بالروح الرياضية سن 8 وضح دور الدولة في مواجهة التعصب القروي الوقوف بحزم ضد التعصب القروي وذلك من خلال تشريع قوانين تعاقب هؤلاء المتعصبين سن 9 ما الدروس المستفادة من الموضوع نبز التعصب القروي يجنبنا العديد من المخاطر ممارسة الرياضة تنشط العقل والجسم ضرورة التحلي بالروح الرياضية العالية وبكذا كنا وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة